نشوفه قريبا على القناة الوطنية نمشي الموضوع اخر نحن كنا شوفنا وتبعنا اليسار مع امين غارة مؤخرا حتى نقابة الصحفيين التونسيين سندت امين غارة بعد التهديدات اللي وصلتوا من قبل الامنيين بعد ما احكي عليهم في برنامجو النقابة زادة رجعت التهديدات طالت صحفية من شمسة فيم وانتم تدول تصورها وعبارات تحريض وتهديد على موقع التواصل الاجتماعي وغيرهم الموضوع هذي جي في الوقت زوز مطالب الحقيقة ويحد منهم يطالب بتجريم الاعتداءات على القويت المسلحة والمطلب الثاني اللي شوفنا باشا تحركات صارت فيه هو المطالبة بإيقاف القانون هذي جريمة ما يعرف بهضم جانب موظفة الموظفة والامن يتيم على حق والمواطن هو اللي يتحمل العقوبة من بعد زوز مطالب متنقذين متضربين نحكي عليهم البارحة تلفزيون العربية نسمعهم شوية تونس في حالة تأهب قصوى فالديمقراطية البلاد على المحك في حربها ضد الارهاب حققت القوى الامنية والعسكرية انتصارات لكنها بالمقابل فقدت الكثير من عناصرها مما استدعى المطالبة بإقرار قانون لوقف الاعتداءات الواقعة على القوات الحاملة للسلاح طولت ممور وليت ما عشد اعتدائه وليت عنا شو هذي عنا جميع وخمسين شهيطة وبين المؤسسة المنية والعسكرية معناها والدليل يخلينا نحن باش نطلبنا شو ما نطلبنا شو قبل وقالنا لذي خلت الواضع حتى معلينا باش نطبوا القوانين هذي برني مش كامل ولا حلقة كاملة تم تخصيصها البارح في التلفزيون العربي للحديث على الموضوع هذي وتدعيته في تونس وحاله يخذوا الأطراف في الكل وكنا تفرجنا في عبدالي شو تايم حلقة البارح الخميس نعرفو ديما الضحك موجود لسكيتش موجودين مع أشرف اللي قدم سكيتش هذي في إطار الحديث على المشكلة هذي الكل والمطالبة يأما بإيقاف القانون هذي وإلا بإقراره البارح شوفنا سكيتش يتحدث عن الأمنيين وأشرف يحكينا كيفيش كين ميشي بحر كمانتاغ اللي شوفتهم على السكيتش هذي قالوا زامة لطف العبدالي وأشرف اللي قدم سكيتش هذي بش تالهم تهديدات كيما وصلت الأمين جارة وإلا لي وفاما اللي تسئلوا هذي يدخل في إطار حرية التعبير وإلا يعتبر جرم هذي هو مصدر النقاش يظهر لليمات هذي في تونس تواه خلينا نرجع لإيافام وليسار البارح في برنامج الدوامة